اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب بحصول دراج فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية سوني كول بريلي على المركز الثاني في سباق دوفين للدراجات الذي اقيم في فرنسا والذي اعتبر احد السباقات القوية في عالم الدراجات الهوائية واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد ان الانجاز الذي حققه سوني كول بريل امتداد لسلسلة الانجازات التي حققها فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية طوال شهر مايو الذي امتدت فيه الانجازات في المشاركات العالمية وتوج بالعديد من الالقاب وقال سموه لن نتوقف عن تحقيق الانجازات في كافة المشاركات دائما نسعى لاعتلاء منصات التتويج وان يكون التتويج هو الحصول على المراكز الاولى والالقاب تابعا النتائج الطيبة التي حققها الفريق في مشاركاته السابقة وخصوصا الاخيرة التي كانت بمثابة تأكيد مكانة الفريق على المستوى العالمي واضف سموه الشيخ ناصر بن حمد ان اهدافا عديدة حققها الفريق في مشاركاته السابقة واخرها في سباق دوفين للدراجات بفرنسا هدفنا ان واصل دعم الفريق ومواصلة المسيرة الناجحة في تحقيق رؤيتنا واهدافنا اضافة الى المساهمة في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية والترويج بافضل صورة للمملكة الغالية مشيدا سموه بجهود الدراج سوني كول بيرلي في السباق وجهود كافة افراد الفريق متمنيا سموه للفريق المزيد من النجاحات خلال الفترة القادمة